الجمهور دائما شديد شافوك متفوق وشاء متمكن ولكن أحب أذكر هذه معلومة للناس اللي إن شاء الله بعدي يقول لك الذكي من يتعلم من خطا هذا ذكي ولكن فيه واحد أذكى من؟ من يتعلم من خطا غيره صح وهو ما يقع فيه فسبق لي كان بطل غديم مدرب اللي هو أبو الولد اللي فاز عليه هذا مدربي كان يقول لي أنا خسرت الأولمبيات برشلونة 92 بسبب الجمهور ليش؟ قال كان الجمهور يصيح وفقدني السمع ما عدا أسمع صوت المكينة صح يأثر الجمهور فقلت أنا حين الجمهور لا يخسرني ويطلعني بره فلازم أكسبه لمعاي فأنا دخلت دخلت قبل الجمهور وأول واحد ورحت الجمهور وعطيتهم بوسة وعطيتهم تحية وقلت لهم أنا برازيلي حركة ذكية أنا برازيلي لأن ما عندي علم أنا كنت لابش تي شيرت بعد أنا لابش تي شيرت لرسنال حتي رسنال يعني كان الموضوع حاز بخاطر بطلال لدرجة أنه لما نراح هناك قال أنا برازيلي أنا لما قلت أنا برازيلي لأن ما في علم عندي هنا أنا عندي علم أولمبي فمدام الأهل برازيلي كنت مضايق ولم استهانس بطلال لا والله أنا ودي أنه كشخص يكون علم كويتي هذا هو هذا اللي تمنيته فلما قلت لهم أني أنا برازيلي وحبيتهم وأشرت لهم وطقيتهم تحية كسبت الجمهور فكانوا يقولون يعني شنسميه الولد هذا منه قول فقالوا أبو شنف كنت محتاج مثل هذا الدعم من معنوي من الجمهور محتاج من كل واحد طبعا أنا محتاج الدعم من كل صغير وكبير ما يستغني إنسان عن الدعم وليستغني عند دعم هو فيه كبرياء